لما نجي نتكلم على الإبر اللي شبه إبر السكر بدون ذكر اسمها اللي هي بتتاخد بشكل يومي لأنه لا التانية اللي قلتيها دي بتتاخد كل أسبوع خلاص لكن اللي بتتاخد بشكل يومي اللي هي بناخدها تحت الجلد دي مصرح بيها من منظمة الغذاء والدواء إن هي بتقلل وبتثبت إيش هي يعني إحنا كأطباء بنكتبها لحالات معينة إحنا عندنا فيه زي هرم كده على أساسه بنقرر إذا كنتم محتاجها ولا لأ لازم أشتغل معاكي 3 شهور ضايت متوازن بلايف ستايل أو بطريقة إيشة فيها تعديل عن عادتك الحالية وتنزلي من وزنك ونركز بها عشان الناس اللي سامعينا 5% فقط في 3 شهور لو نزلت 5% فيما فوق يبقى أنت مش محتاجة الدواء ده بالحقن اليومية اللي حضرت بتغيير عليها أمال بإيه؟ ده بالضايت العادي وبتغيير نمط الحياة يعني أنا ما اكتبش الحقن دي إذا لما اشتغل معاكي 3 شهور الأول بعد الثلاث شهور نزلت 5% من وزنك فيما فوق يبقى أنت مش محتاجاها وتكون أنهي الأنواع ضايتة السوحة وحدة تقول لك ده أنا بقى إيه؟ سنين هومري كلها بقى عمل ضايته مش عارفة خيس ممكن ما تكونيش عملتيه صح؟ بس الحقن دي يا دكتور ما يفعش حد ياخدها غير لما يرجع للدكتور الأول طبعا قولا واحدا يا جماعة ده ليه بقى؟ لأنه هي الحقن دي بتتخذ بطريقة معينة يعني إحنا لازم ناخدها بـ Up-Titration يعني ما ناخدهاش مرة واحدة بالجرعة الكاملة لأنها بتعمل مشاكل في الجهاز الهضمي ممكن تسبب مشاكل صعبة الحاجة الثانية مش أي حالة زي ما قلت لحضرتك بتتكتب له أنا اشتغلت معاكي خسيتي أخليكي تجيبيها ليه؟ هو ده فلوسي على الأرض صح؟ بعدين حاجة كمين غير الفلوس أنت حكيب إعتمادية عليها يعني أنت لما تخذيها وهي توقف لك شهيتك عن السكر وعن وهي إفاكتف على فكرة هي كويسة بس أنت اعتمدت عليها ما تغيرش في الهرمون زي داكتر؟ خالص لو عايزنا أشرح يعني في عجلة هي هو يعني شكل الهرمون بيتفرز بشكل طبيعي من القولون علشان ساعة الأكل علشان يعمل تحفيز لمركز الشابة هم خدوا الشركة خدته وعدلت من شكله عشان يفضل أطول وقت ممكن في الدم فأنت دلوقتي أخدتي حسينك شبحانة ومش محتاجة سكر فهديتي نفسيا فاعتمدت عليه طيب أنا علشان برضو أشتغل معك بشكل أقلاقي هشتغل ثلاث شورد الأول نزلتي 5% حقولك أنت مش محتاجة ما نزلتيش بقى وانت عملة اللي عليك يعني أنت 100 كيلو نزلتي 5 كيلو تمام خلاص هكمل ما نزلتيش أنا لازم أساعدك بفرماكو ثاربي أو بدواء بس يبقى مصرح به دي مين دي اللي بتتاخذ كل يوم أما بقى اللي حضرك بتسألي عليها اللي بتتاخذ كل أسبوع فهي دواء بيكتبوا دكاترة السكري والغضد الصماء لمرضى السكري من أعراضه الجانبية أنك تخسي خلاص أنا كاستشاري تغذية ما بكتبوش ما قدرش أكتبه برضو ده عشان أنا ماشية بالأثيكس أو بالأخلاقيات أنا حول الحالة لما ما تنزلش على الأولاني اللي الدكتور بتاعها بتاع السكر وهو اللي يكتبه وهو اللي يقول إذا كانت محتاجة ولا لا مفهوم ولكن بتنزل بتنزل بشكل شرعي هل في تحليل بتتعامل قبله مع حضرتك تكتبيه الحقن الأولانية اللي هي اليومية اللي هي اختصاص هو أنا باخد تاريخ مرضي يعني أنا لازم أعرف هل حضرتك مثلا لقدر الله جالك أي نوع من أنواع السرطانات المتعددة ولا لا وهل جالك أي نوع من أنواع السرطانات بتاع الغضة الدرقية أنت أو حد من أسرتك هو مش هنقدر نقول إن الدراسات قالت إنه بيحصل من الإبرة ده لا طبعا ولكن علشان نتوخى الحضر الدراسات الأولانية اللي تعاملت على الإبر دي في بعض عشان الناس كلها بتسأل على الحتة دي بعض الفئران أو يعني عدد محدود جالهم موضوع سرطان الغضة الدرقية ده فهما يعني الرابط ما بين الدواء ما بين سرطان الغضة الدرقية ممكن يكون فيه قولان يعني هي الحتة دي اللي لازم أخد فيها التاريخ المولدي وزي ما قلت لك أنا قراري شغالة معكي ثلاث شهور فعرف أولك من آخرك وجايبة التحليل وعرف كل حاجة